السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة هنتكلم النهاردة عن صرف المعاش بالزيدة الجديدة 15% وجدول الصرف وباقي ساعات فقط لأصحاب المعاشات لصرف تلك الزيدة الجديدة 15% بس قبل من نتكلم على التفاصيل بشكل كامل برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك الفيديو وتفعيل سر الجرس علشان يصليكم كل أخبار للمعاشات الجديدة والمفيدة لأصحاب المعاشات يلا بنا نبدأ هي فقط ساعات قليلة فقط ويبدأ تنفيذ عمليات صرف المعاشات وذلك لشهر مارس 2024 حيث أن هناك حالة من الاستعداد من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ عمليات صرف المعاشات لشهر مارس ومتضمنة قيمة الزيادة الجديدة بنسبة تصل لـ 15% والتي تم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية وكان ذلك في يوم 7 من شهر فبراير 2024 وكان من ضمن حزمة حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء المعاشية عن كهل المواطنين وارتفاع نسبة تضخم وارتفاع أسعار الغذاء بشكل مبالغ فيه زيادة المعاشات في شهر مارس 2024 زيادة 15% حيث كان من المفترض أن تكون زيادة المعاشات خلال يوم 1 من شهر يوليو القادم وبتنص المادة التي حملت رقم 35 من قنون التأمينات والمعاشات أن يتم زيادة المعاشات بحد أقصى يصل إلى 15% في يوم 30 من شهر يوليو من كل سنة وبيتم الصرف الزيادة اعتبارا من الأول من شهر يوليو سنويا ولكن عقب صدر القرار الرئاسي تم تبكير موعد صرف الزيادة عشان تكون في شهر مارس 2024 أماكن صرف المعاشات في شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة يمكن لأصحاب المعاشات في مصر صرف المعاشات شهر مارس والتي سوف يبدأ خلال ساعات فقط من الآن وتبدأ من خلال منافذ البريد المصري ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات شهر مارس من خلال المكانات الصرف الآلي لكافة البنوك ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات من خلال البنوك والمحافظة الإلكترونية أيضا وعن طريق الهوطف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي بجميع فرواع منتشرة في جميع انحاء الجمهورية وأيضا عن طريق منافس فوري وكارت ميزة يمكن لأصحاب المعاشات في مصر صرفها بكل سهولة ويسر بالنسبة لجدول صرف المعاشات شهر مارس 2024 ومن المكرر أن يتم صرف المعاشات شهر مارس للشريحة الأولى من خلال يوم واحد واثنين مارس وذلك بعد فقط ساعات من الآن وذلك لمن يحصل يحصل قبض شهري أكثر من ألف جنيه بالنسبة للشريحة الثانية هتكون تلاتة واربعة مارس 2024 وذلك لمن يحصل قبض شهري أكثر من ألفين جنيه الشريحة الثالثة لأبض المعاشات هيكون يوم خمسة وستة مارس وذلك لمن يحصل قبض شهري أكثر من 3000 جنيه وبكده هنكون انتهينا من أخبار المعاشات لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك الفيديو علشان يوصل لكم كل أخبار المعاشات الجديدة أول بأول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة هنتكلم النهاردة عن صرف المعاش بالزيدة الجديدة 15% وجدول الصرف وباقي ساعات فقط لأصحاب المعاشات لصرف تركة الزيدة الجديدة 15% بس قبل من نتكلم على التفاصيل بشكل كامل برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك الفيديو وتفعيل سر الجرس علشان يوصل لكم كل أخبار المعاشات الجديدة والمفيدة لأصحاب المعاشات يلا بنا نبدأ هي فقط ساعات قليلة فقط ويبدأ تنفيذ عملية صرف المعاشات وذلك لشهر مارس 2024 حيث أن هناك حالة من الاستعداد من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ عملية صرف المعاشات لشهر مارس ومتضمنة قيمة الزيدة الجديدة بنسبة تصل لـ 15% والتي تم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية وكان ذلك في يوم 7 من شهر فبراير 2024 وكان من ضمن حزمة حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء المعاشية عن كهل المواطنين وارتفاع نسب التضخم وارتفاع أسعار الغذاء بشكل مبالغ فيه زيادة المعاشات في شهر مارس 2024 زيادة 15% حيث كان من المفترض أن تكون زيادة المعاشات خلال يوم واحد من شهر يوليو القادم وبتنص المادة التي حملت رقم 35 من قنون التأمينات والمعاشات أن يتم زيادة المعاشات بحد أقصى يصل إلى 15% في يوم 30 من شهر يونيو من كل سنة وبيتم الصرف الزيادة اعتبارا من الأول من شهر يوليو سنويا ولكن عقب صدر القرار الرئاسي تم تبكير موعد صرف الزيادة عشان تكون في شهر مارس 2024 أماكن صرف المعاشات في شهر مارس 2024 24 بالزيادة الجديدة يمكن لأصحاب المعاشات في مصر صرف المعاشات شهر مارس والتي سوف يبدأ خلال ساعات فقط من الآن وتبدأ من خلال منافذ البريد المصري ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات شهر مارس من خلال المكانات الصرف الآلي لكافة البنوك ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات من خلال البنوك والمحافظة الإلكترونية أيضا وعن طريق الهوطف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي بجميع فرواع منتشرة في جميع عن حياة الجمهورية وأيضا عن طريق منافس فوري وكارت ميزة يمكن لأصحاب المعاشات في مصر صرفها بكل سهولة ويسر بالنسبة لجدول صرف المعاشات شهر مارس 2024 ومن المقر أن يتم صرف المعاشات شهر مارس للشريحة الأولى من خلال يوم واحد واثنين مارس وذلك بعد فقط ساعات من الآن وذلك لمن يحصل يحصل قبض شهري أكثر من ألف جنيه بالنسبة للشريحة الثانية هتكون 3 و 4 مارس 2024 وذلك لمن يحصل قبض شهري أكثر من ألفين جنيه الشريحة الثالثة لأبد المعاشات هيكون يوم خمسة وستة مارس وذلك لمن يحصل قبض شهري أكثر من 3000 جنيه وبكده هنكون انتهينا من أخبار المعاشات لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك الفيديو علشان يوصل لكم كل أخبار المعاشات الجديدة أول بأول شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر